مطابعة ميدانيا وتقييم العمل مهنيا نهج قويم يوازي المسعى الشديد الهدف إلى إصلاح النظام التعليمي في بلدنا تحت يافطة المدرسة الجمهورية جاءت زيارة السلطات المقاطعية الإدارية والأمنية بمركز تيغند الإداري لبعض المؤسسات التعليمية لمعرفة النواقص والتحديات قد مكنتنا هذه الزيارة من الطلاع الميداني على الظروف التعليم ولاحظنا الحقيقة الحضور جيد للطلاقم التعليم الحقيقة هذا الحضور قاعد سجلناه اليوم الأول الافتتاح المدرسي وخلال زيارتنا اليوم اللي عدنا بعض المؤسسات لاحظنا أن يقبال التلاميذ عاد شباب مقارنة مع الأيام الماضية ننتزو إلى فرصة أن ندعو أباة التلاميذ أنهم ذاك الباقي من التلاميذ يا الله التحق بالفصول فقرب وقت الدولة جهزت كاملة الأمر كامل اللي يعطلت الجهاز هي هذه العملية تبدأ في اليوم الأول المجلس البلدي في تيغند عمل بتنسيق مع مكتب رابطات أباة التلاميذ على تشخيص النواقص المسجلة في البنى التحتية المدرسية وقدمها الوفد الزائر في نقاط المؤسسات التعليمية في تيغند ما زالت عندها نواقص كبيرة هذه النواقص تلخص نخص في الفصول في كثير من الفصول دوارة تعد عندك قسم الأول يوحض إياك يقرى القسم الثاني إلى آخر نحن طالبين اللي نقال بنا فصول طالبين طاولات طالبين زي المدرس هذه الطالبات الثلاثة هي اللي نرى عنها نواقص في البلدية هنا ونحتاج لها ملحة وعلى العموم تؤكد طواقم التدريس أن هذه التحديات على الرغم من الدورة الملحة لمواجهتها تبقى هامشية أمام استمرارية الدروس التي هي الأولوية مختار بابو الأحمد وقناة الموريتانية مدينة تيغند ترجمة نانسي قنقر